السلام عليكم ورحمة الله كل شخص عنده هذه المنطقة من الدهون العنيدة اللي صحب جدا ان الواحد يتخلص منها بهذا الفيديو ان شاء الله رح نعطيكم استراتيجية صحيحة عملية باذن الله لو طبقت هذه الخمسة اشياء رح تتخلص من الدهون العنيدة اللي كنت يعاني منها فترات طويلة من حياتك فاشوف الفيديو للنهاية عشان تعرف كيف تتخلص من هذه الدهون المزعجة اذا كنت تعتقد انه بهذا الفيديو رح اقول لك عن مستحضرات او كريمات تخلصك من هذه الدهون او تمارين مستهدفة او انك تقلل من سعراتك حرارية فهذا الفيديو موجه لك بس اذا كنت حاب تتخلص من الدهون العنيدة بطريقة علمية فهذا الفيديو موجه لك بس قبل ما ندخل للحلول لازم نعرف انواع الدهون المخزنة داخل الجسم جسم الانسان كيف يخزن الدهون هناك نوعين من انواع الاماكن اللي يخزن فيها الدهون في اماكن اساسية واماكن غير اساسية او ثانوية الجسم في البداية يخزن الدهون او النشوية الزايدة عن حد الجسم بالمخازن الاساسية المخازن الاساسية مثل البطن الارداف واسفل الظهر هذه الاماكن تكون قريبة من الأعضاء الرئيسية قريبة من الكبد قريبة من القلب عشان يحمي هذه الأعضاء الرئيسية من أي إصابات خارجية بعد ما تمتلي هذه المخازنة الأساسية الجسم رح يخزن كمية النشوية العالية في الأماكن الغير الأساسية رح تكون في الرقبة أو الزنود أو في منطقة الساقين فعشان تتخلص من الدهون الأساسية الدهون العنيدة مثلا دهون البطنة والأرداف لازم أولا أنك تتخلص من الدهون الغير أساسية فملاحظين أنتوا أغلب الناس اللي يبدوا بنظام صحي أو أي نظام يتبع بهدف خسارة الدهون في البداية رح يخسر الدهون في المناطق الغير الأساسية بعدها بعد ما يتخلص من هذه الدهون الغير الأساسية رح يبدأ يركز على الدهون الأساسية مثل البطن والأرداف فلازم كل واحد يعرف هذه المعلومة ويعرف طريقة تخزين الجسم للدهون طب فيه معلومات مغلوطة نسمعها كثير بهدف حرق الدهون العنيدة من هذه المعلومات اللي هو استخدام خلطات أو مستحضرات تجميل بهدف حرق الدهون العنيدة هذه المعلومة غير صحيحة لا تضيع وقتك ولا تضيع فلوسك بشيء ما رح تستفيد منه ما رح تحقق هدفك بالتخلص من مشكلة الدهون العنيدة أيضا من المعلومات المغلوطة بهدف حرق الدهون العنيدة إنك تستهدف المنطقة اللي فيها الدهون العنيدة مثلا عندك دهون عنيدة في منطقة البطن إنك تمارس تمرين البطن بشكل يومي هذه الطريقة غير صحيحة أبدا وغير فعالة ممكن رح تعطي نتيجة عكسية ورح تخزن الدهون فالطريقة إنك تستهدف تمرين معين عشان تستهدف مكان معين هذه المعلومة غير صحيحة أبدا أيضا بعض المعلومات المغلوطة ومنتشرة للأسف بشكل كبير إنك تقلل من السعرات إذا كان هدفك التخلص من الدهون عنيدة أو التخلص من الدهون بشكل عام لا تقلل أبدا من سعراتك إذا قللت من سعراتك إيش رح يصير؟ رح تقلل من وظيفة الغدة الدرقية والغدة الدرقية مهمة جدا وتفرز هرمون مهم جدا ومن فوائده هو حرق دهون الجسم هذا الهرمون هو هرمون الثايروكسين فإذا قللت من سعراتك رح تقلل من معدل حرق الجسم ورح تقلل من وظيفة الغدة الدرقية وهذا الشيء ما رح يساعدك بالتخلص من هذه المشكلة الحين ندخل للخمسة طرق العلمية اللي بإذن الله لو طبقتها بشكل صحيح رح تتخلص من المشكلة بشكل نهائي أول طريقة اللي هو الغذاء دايما تسمع أنك لازم تأكل أكل صحي لازم تلتزم بالأنظمة المتوازنة اللي فيها جميع الفيتامينات والمعادن اللي احتاجها الجسم وبالنهاية الشخص يضيع بهذه النصائح فعشان لا تشوش نفسك ولا تضيع نفسك اعرف إيش هو السبب الرئيسي إن الجسم يحول السعرات إلى الدهون اللي يحول السعرات إلى الدهون اللي هو هرمون الأنسلين هرمون الأنسلين ينفرز عند وجود النشويات فالحل الصحيح هو بخض النشويات والنشويات اللي أقصدها مثل الأرز الخبز المعجنات الحلويات حتى الفواكه والبقوليات تندرج تحت النشويات هذا مو يعني إن الفواكه مثل التمر والموز مضرة ولكن حالتك الصحية اللي هو السمنة وزيادة الوزن هذه الحالة غير صحية والحل إنك تقطع النشويات وتحاول تاخذ احتياجك من الفيتامينات والمعادن اللي احتاج الجسم بأغذية منخفضة السكريات مثل إيش؟ مثل الخضروات والفواكه منخفضة السكريات مثل التوتيات والفرولة والشيء الثاني اللي لازم تطبقه بغذائك إنك تقلل من عدد الوجبات وتتبع نظام الصيام بأنواعها سواء الصيام تقطع أو حتى الصيام الإسلامي فتقليل عدد الوجبات فكرة جيدة لرفع مستوى هرمون النمو اللي يساعدك بحرق الدهون بالذات الدهون العنيدة الطريقة الثانية اللي هو بممارسة التمارين الرياضية طب إيش راح تمارس؟ راح تمارس تمارين المقاومة اللي هو تمارين رفع الأوزان وأيضا دمجها مع تمارين الكارديو هذه الاستراتيجية فعالة جدا بحرق الدهون ولكن المهم إنك ما تستهدف منطقة معينة حاول تمرن عضلات الجسم بشكل كامل والمهم جدا إنك تركز بأيام الراحة فاللي لازم تعرفوا إن الجسم راح يحرق الدهون أثناء فترة الراحة بالذات الدهون العنيدة فركز على أيام الراحة أكثر من مارسة تمارين الرياضية وكمثال إنك مثلا تمارس تمارين المقاومة اللي هي تمارين رفع الأوزان ثلاثة مرات في الأسبوع ويومين بالأسبوع تمارس تمارين الكارديو مثل السباحة والجري ويومين في الأسبوع تاخذ راحة أو ممكن إنك تاخذ راحة ثلاثة أيام بالأسبوع وتمارس تمارين المقاومة يومين بالأسبوع ويكون يوم للجزء العلوي ويوم للجزء السفلي ويومين تمارين الكارديو خلينا الحين ننتقل للنقطة الثالثة هذه النقطة جدا مهمة لأنه الناس كثيرة يقول لك أنا ملتزم بالغذاء أنا مقلل منها شويات أنا قاعد أصوم وأنا قاعد أمارس تمارين رياضية وقاعد أدمج تمارين مقاومة مع الكارديو مع كذا أنا مو قاعد أتخلص من الدهون العنيدة واحتمال كبير يكون عندك توتر مزمن إيش يعني توتر مزمن مثلا توتر بدني كيف يعني توتر بدني يعني أنك ما تركز على أيام الراحة مثلا أنك تمارس التمارين الرياضية الشاقة وبشكل يومي هذه الطريقة أنك ما تركز على أيام الراحة راح يأثر بشكل كبير على التخلص من مشكلة الدهون العنيدة أو ممكن يكون التوتر عبارة عن توتر نفسي ضغوطات حياة نفسية ونتكلم عن التوتر المزمن مو التوتر اللي يكون بفترات قصيرة هذا التوتر يعتبر حميد لكن التوتر إذا كان زايد عن الحد هذا الشي راح يؤثر بشكل سلبي على الصحة وعلى خسارة الدهون العنيدة أيضا من أنواع التوتر اللي هو التوتر العاطفي فمهم جدا عشان تتخلص من الدهون العنيدة أنك تتخلص من النقطة نسبة كبيرة من الأشخاص عندهم هذه المشكلة فإذا ما تخلصت من التوتر المزمن اللي تعاني منها ما رح تتخلص من الدهون العنيدة النقطة الرابعة ولا تقيل أهمية عن النقطة الثالثة اللي هو النوم والنوم اللي يقصده اللي هو زيادة جودة وكمية النوم في ناس يناموا عدد ساعات كبيرة 8 ساعات إلى 10 ساعات أو حتى 12 ساعة ولكن جودة النوم مخفضة أيضا الكمية لازم نركز عليها بشكل عام النوم جدا مهم رح يحسن من التوتر المزمن وأيضا رح يحسن من النقطة الخامسة اللي رح تتكلم عنها تحسين جودة وكمية النوم بإذن الله رح تتكلم عنها بفيديو منفصل النقطة الخامسة والأخيرة وكثير من الناس يجهلوا هذه النقطة اللي هو تحسين البكتيريا النافعة أو توازن البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي لازم نعرف معلومة مهمة جدا أنه جسم الإنسان يحتوي على بكتيريا النافعة وعدد هذه البكتيريا النافعة أكثر من عدد خلايا الجسم فالبكتيريا النافعة مهمة جدا للحفاظ على الصحة وأيضا للتخلص من الدهون بالذات الدهون العنيدة والتخلص من مشكلة مقاومة الإنسلين إذا كان عندك خلل بتوازن البكتيريا النافعة أي أن البكتيريا الضارة أكثر من البكتيريا النافعة فهذا الشيء رح يأثر بشكل سلبي على دولة عنيدة وعلى الصحة بشكل عام طب في أشياء وفي عوامل تأثر على توازن البكتيريا داخل الجهاز الهضمي ومن هذه العوامل اللي هو التوتر زي ما قلنا التوتر يأثر على البكتيريا النافعة فبالتالي رح يأثر على المناعة وعلى الصحة بشكل عام أيضا المضادات الحيوية تأثر على البكتيرا النافعة داخل الجهاز الهومي والنقطة المهمة زي ما قلنا أن النوم وتحسين جودة وكمية النوم نقطة جدا أساسية إذا كان هدفك المحافظة على صحة الأمع وإذا كان أكلك عالي بالسكريات والنشويات فهذا الشيء رح يأثر بشكل سلبي أيضا الألوان والمناكهات الصناعية مثل المشروبات الغازية التي تحتوي على محليات مثل سبارتم رح يأثر بشكل سلبي على البكتيريا النافعة طيب إيش الأشياء اللي تعزز من نشاط وتوازن البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهومي رقم واحد اللي هو تناول البرو بيوتك البرو بيوتك عبارة عن بكتيريا خارجية تتناولها على شكل كابسولات مفيدة جدا للأشخاص اللي عندهم خلل بالبكتيريا النافعة داخلها معاه أول أشخاص اللي أخذوا كورس مضادات حيوية فمن الأفضل للشخص إذا أخذ كورس مضاد حيوي أنه يأخذ معاها البرو بيوتك أيضا مناكلات التي تعزز من البكتيريا النافعة داخلها معاه اللي هو تناول خل التفاح العضوي والأطعمة المخمرة مثل المخللات والأجبان وبإذن الله راح أتكلم عن البكتيريا النافعة وتوازن البكتيريا النافعة وفوائدها داخل الجسم بفيديو منفصل بكذا نكون انتهينا من هذا الموضوع اللي هو حل مشكلة الدهون العنيدة اللي ممكن كنت عاني منها السنين طويلة فاللي لازم تعرفوا أنه هناك مناطق أساسية ومناطق غير أساسية وحاول تشير من رأسك هذه المعلومات المغلوطة وحاول تطبق هذه الخمسة نقاط ولا تهمل أي نقطة فيهم لأن كل نقطة تكمل غيرها لو طبقت هذه الخمسة أشياء بإذن الله راح تتخلص من الدهون العنيدة تماما ويعطيكم الفافية